اشتركوا في القناة الجدال ديبوا مواسرة لنا مناقشة علو مجادل علو ملبلعلو ومن هنا يعني الباب ابقى بللحق لتوحيد وعقلهم وتصورهم وعاداتهم وقيامهم ولسركاتهم علو ديبايقة بلواني فالحلقات اللي ديباي ان شاء الله برضو من الجدال ومن نقاشتهم لو الدور حلو ديبوا انتهاقيتوا جزاكم الله خير مسلين نتابع ان شاء الله واما الاستبعاد العقلي فقال ردا عليهم في ذلك اأنتم اشد خلقا ام السماء بناها صورة النازعة وقال اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحي الموت بلى انه على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يلا سماوات قل لعستر ولم يرقل كل لا خلقاء قادرتو قل اموت وقل لحيا الله سبحانه وتعالى كم سليوا لخلقاء ألبوني وأنتو ما شدوا خلقا ام السماء اللي عستر من بنياته قل ابلاء قال ابلاء البطور الهلاق وتبط ترليك اللي الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء للا ودا قادرتو لنفسك اللي حيا وقل اموت وكالي غل امودتا كغل حاجيا كغل حاسبا كموت غل تهلي وحشار غل هلي وحساب غل هلي وبعث غل هلي اللي كله واجبته ونعمنه بقول انه من صلاحية رب العالمينته من خصوصياته ومن قدرته الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء كم سأليه لبلا الله سبحانه وتعالى كما بدأنا اول خلق كما بدير من التراب حرما من نطفة من ماء من عدم من يهليك رب اوجدهك كم سأليه ديما قادرته لحدا اقليدي ولحدا فحال ما يريدت الله سبحانه وتعالى كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين وذكرهم كذلك الله سبحانه وتعالى ما هو معتاد لديهم وهو ان الاعادة يعني سهلت ديبور لذلك الله سبحانه وتعالى بيالدي بسورة الروم اهون عليه يعني اسهل عليه والله سبحانه وتعالى بدير من عدم من حقلان ليها ليسا اتمنى منبح الله سبحانه وتعالى اوجدهك وقال افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد اللي كل ردودنا يا رب العالمين ديبا عناد لنا يوم وديبا كبر ولا قرور ولا استيزاء ولا صخرية ولا جدال ولا نقاشتهم لو دو عالو كفال حياة كفال ميت كفال انسان لا قبل وكفال لط قبي وكفى حشر قبي وكفى حساب قبي وكفى عقاب قبي وكفى عقاب قبي يعني اه بطريقة واخرى لا اشراك ولا ظلم ولا تجاوز بالدير اللي لحصل على اديما من بعد المنافقين من بعد المتربسين وعداء الاسلام وعداء الدين اه بلا برا شقها لو انو دعواتنا الاسلام ودعواتنا النبي صلى الله عليه وسلم ديب كل باطحاته وقال تبتحته وقالب سليم ليلة كبتة اه العادية وقال الاكية لحدة اه كمسا لو اه رسالتنا النبي صلى الله عليه وسلم حاولو توم شبهات قلي دو ديبا وقال يجيل عترو فابا ويعني اه سلاحيات كمسا قل هو بي الحدي علو لما يتمع ديبا قلت سيطر وقلت هاو قلت هايمن والقدام قل نبي اللي التبعو اتبعنا وقلنا يجيل بيه والتأثرو قلي جيسو بيه قلت مرحو اللي كل اللي حدوي علو تنكد بيلا وأما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت لهم حولها شبهات مع معرفتهم واعترافهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وقاية صلاحه وتقواه النبي كمسا للصادق الأمين تبدير الأمور علو لكن شبهات على الدبا على الأقلوم ديبا دين وديبا تقوات وديبا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لما تعبه وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن منسب النبوة والرسالة أعظم وأجل من أن يعطى لبشر فالبشر لا يكون رسولا والرسول لا يكون بشرا حسب عقيدتهم فلما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبوته ورسالته ودعا إلى الإيمان به تحير المشركون وتعجبوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يعني توم النبي بشرك هو قبي ملايكات من قبي وللي بالرأي على الأقلوم لكن لبي بشري قبي ورسالته يتمطئو بشر رسالته يتمطئو وكمان منهم يقبي ولنده بيلو مرة تعجبه ولمشركين من رسالتنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن النبوته ومن الدعوته وبيلو سروا ما لهذا الرسول يأكلوا الطعام ويمشي في الأسواق ومن سند يبسوق جيس والدابة وبالعوة ستحنن الرئيو رسول كفوت قال لي تاتبوا الأستاذ وقالوا ربه يعني ديب سورة ديب قرآن كريه يقلنا ديب السورة الفرقان قال الله سبحانه وتعالى قالوا ما الله سبحانه وتعالى قال ما لهذا الرسول ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقال الله سبحانه وتعالى كذلك بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب برضو كمسا لي وبيلو بل عجبوا تحجبوا مرة واستنكروا المشركين فالله سبحانه وتعالى لأيات ديب سورة قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب وكذلك قال الله سبحانه وتعالى ما أنزل الله على بشر من شيء يعني ذي بشر اللي تكرت عن رسالة وأمانة ووحي وإلي كنتم الاستنكر عليه الله سبحانه وتعالى لدد بمعراد بل سورة الانعام وقد عبطل الله عقيدتهم هذه وقد رد عليهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس رب العالمين هنا ردد بهم ديب بشر اللي تكرر يلتكرين وحي القرآن ديب بشر اللي تكررين كتاب ديب بشر اللي تكررين كمسا لبيلو قلمي قدم يوسيدنا موسى عليه السلام التوراة على قلو فالذي عمنا يوم واللي حجتنا يوم واللغيهم ربي أبطليا وردد بهم والي بلها لله سبحانه وتعالى قل من أنزل الكتاب قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس الكتاب دير ديب نبي الله موسى بتكرر نور على وهداية على قل الناس يعني كلهم قل الادام منتلهم طيو ربيته اللي حجت أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتاب بالمطاء نورته وهدايته قل كل العالمين قل كل البشر قل كل الادام وقص عليهم قصص الأنبياء والرسل وما جرى بينهم وبين قومهم من الحوار وأن قومهم قالوا إن كان لرسالتهم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دقم قلهم على لقصص ولا دقم فنقي لا أقوام لأنبياء لما قوم علو وتوم لدهول علو ولا حوار ولا هيجا فنقيهم كمسا المطارحات فنقيهم لدورة ميتو ديبو النبي صلى الله عليه وسلم حكا قلهم والله سبحانه وتعاله اللهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا إن أنتم إلا بشر مثلنا ديب سورة إبراهيم وقالت لهم رسولهم وقالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده إحنا بشر إحنا كمسا لكم محلوقين إحنا ميت نحي مبليع نست نهد مولد كل شيء بشر لكن الله سبحانه وتعالى يقتص برحمته من يشاء والله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده فمنى يا رب العالمين واختيارنا يا رب العالمين واصطفاءنا يا رب العالمين اعتراض لابد يبوني لأنه على كل شيء قديرت الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله سبحانه وتعالى كما حدا وديه وليس كمثله شيء هو السميع والعليم هو السميع والبصير فالأنبياء والرسل كلهم كانوا بشرا وأما أن يكون الرسول ملكا فإن ذلك لا يفي بقلد الرسالة ومصلحتها إذ البشر لا يستطيع أن يتأسى بالملائكة ثم تبقى الشبهة كما هي قال تعالى ولو جعلناه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون بسورة العام الله سبحانه وتعالى كما سأل لك إن بيان أقلهم وودح أقلهم أنه لأنبياء بشرتم وربي من خلقه لألحظة الأستفى ولألحظة الحره وحيث أن المشركين كانوا يعترفون أن إبراهيم وإسماعيل وموسى عليهم السلام كانوا رسلا وكانوا بشرا لكن ما اعترفين علىه سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى كم بشرتم ورسول ولكل أمرهم ولكن النائم محمد كبد فإنهم لم يجدوا مجالا للإسرائيل على شبهتهم هذه فإلا الشبهة إلا العيرة إلا هقيا إلا يعني قل أستمر وقل أكد يعني يتقبل أنه موسى وإسماعيل وإبراهيم كلهم أنبياء ولكنهم أبدوا شبهة أخرى قالوا ألم يجد الله لحمل رسالتي إلا هذا اليتيم المسكين طيب رب العالمين يعني اللي ركباني يعني إنسان عظيم وره من وجهة من سبقات من زعما من أشراف يعني من شيام من زعما من عماد من نززار من سبل إلهم أوري ركباني اللي يتيم اللي كم سأللي بيلو ولكن الله سبحانه وتعالى لخيرات ولا اصطفاء وتوتل قدر وتوتل الأخطير واللي حكمته وقدرته ما كان الله ليترك العذماء الكبار من أشراف القريش وثقيف ويرسل ويرسل هذا إلا قبيلتنا قبيل القريش كل منه وإلا ثقيف منه إلا بسل الأخطير نيبل كديميين الشبهات بعدها حاولوا يقليدوا وقالوا ويقول الله سبحانه وتعالى وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يبسورة الزخرف أي من مكة والطائف قريتين يعني المكة ومكة والطائف مننا إلا كل مننا وليش نسر لهالليت وطائف كين لهالليت وصقيف قلهم كل مننا يعني إنسان عظيم إنسان اللي يرأى اللي يتيم الأخطيرة اللي بيلهج يهرسوا قال تعالى ردا عليهم هم يقسمون رحمة ربك رحمتنا رب العالمين تنمتم لقاسوما سلاحيتهم يقو قادرين يقو شغلهم يقو ربيت المختص يفعل ما يشاء رب العالمين يبقلوا كون اللي تصرف يقول لكم لدبر يقول لكم لقادر ربنا خالقنا والمعبود بحق ولا معبود سواه رب العالمين وتوتر للصرف يقول لكم ولا رحمة ربكم سأل لي رد ديبهم أهم يقسمون رحمة ربك يبسورة الزخرف يعني أن الوحي والقرآن والنبوة والرسالة رحمة من الله القرآن ولا نبوة ولا رسالة رحمتنا من رب العالمين وتقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم خص أبا والله يعلم كيف يقسم رحمته وأين يضعها فمن يعطيها ومن يحرمها قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم الله أعلم حيث يجعل رسالته هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة